مساء الخير إن شاء الله تكونوا بأحسن حال بفيديو اليوم راح نعمل أربع مشروبات باردة منعشة مفيدة للجسم وطريقة التحضير كتير سهلة بتمنى تتابعوا الفيديو للآخر حتى تستفيدوا منه في البداية بتمنى منكم إنكم تشتركوا بقناتي قناة فنطبخ والحلويات مع ولا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكوا إشعار بكل فيديو بنزله على القناة أول مشروب معنا هو التمر هندي بنحتاج إلى 200 جرام من التمر هندي أفضل نوع من التمر هندي اللي بيكون فيه النواة بنضيف على التمر هندي لتر من المية الساخنة 200 جرام من التمر هندي بيعملنا 2 لتر من العصير أنا استخدمت في نقعة التمر هندي لتر مية واللتر الثاني حاستخدمه في آخر مرحلة بنترك التمر هندي منقوع أربع ساعات بعد مرور أربع ساعات بنهرس التمر هندي حتى يدوب معنا كل التمر الهندي بنصف التمر هندي بنصفها فتحاتها واسعة بنقصل التمر هندي بلتر المية اللي خلناها للآخر حتى ناخد كل فادي في التمر هندي وهيك بيكون استخدمنا 2 لتر من المية بنضيف كاسة من السكر طبعا السكر حسب الرغبة بدوب السكر في التمر أنا بصف التمر هندي مرة تانية حتى أتخلص من بواقي التمر هندي باستخدم مصفها فتحاتها صغيرة وآخر اشي بنضيف معلقة من ماء الزهر للتمر بيعطي المشروب طعم لذيذ المشروب الثاني معنا الكركدي بنحتاج إلى كاسة من الكركدي بنغسل الكركدي بنغسل سريعة حتى نتخلص من أي غبار على الكركدي بنضيف للكركدي تلتين كاسة من السكر طبعا السكر حسب الرغبة بنضيف عليه لتر ونصف المية الساحنة بنترك الكركدي منقوع أربع ساعات وهاي بعد مرور أربع ساعات بنصف الكركدي بنضيف عليه معلقة من أسانس الفراولة وهذا اختياري بس أنا بحب أحط الأسانس لأنه بدي المشروب طعم لذيذ المشروب الثلاث معنا اليوم اتمر بالحليب أنا استخدمت الحليب قليل الدسام حتى ما يطلع معنا المشروب تجيل تخدمت لتر و11 حبة تمر استخدمت العدد الفردي صنعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ووضيف عليه معلكتين من العسل الأسود بطحنهم بالخلاط بصف الحليب والتمر وهيك صار معنا جاهز كتير مغزي ومفيد للجسم المشروب الرابع والأخير معنا اليوم هو مشروب الأفوكادو بنحتاج إلى حبتين من الأفوكادو وليتر من الحليب ومعلكتين من العسل بقشر الأفوكادو أو بطلع الأفوكادو بالمعلقة بنضيف الحليب في شاف الخلاط بنضيف عليه الأفوكادو ومعلكتين العسل ويمكن إضافة مقصرات في هذه المرحلة وتطحنيهم مع المشروب بنطحن المكونات بصفي عصير الأفوكادو طبعا بإمكانك تزين عصير الأفوكادو بالعسل والمقصرات بتمنى أنها تكون وصفتي لليوم عجبتكم حابة أعرف رأيكم بالتعليقات أي مشروب عجبكم شكرا كتير لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقل